حسين الشحات بيرسي تاو انت قلتلي ان فيه لعيب بيلعب معاكو في النادي السويدي كان بيلعب في جنوب افريقي وشان كده عرفت بيرسي تاو حسين الشحات بيرسي تاو افشا علاقتك بأفشا وعلاقتك باللعابة دي ممكن تسهلك الملعب شوية؟ ان شاء الله انا المهم زي ما كان عندي بالنادي السويدي كان علاقتي مع اللعيبة بريت الملعب كتير كتير روية ايوة وان شاء الله تكون نفس الشي هو انه انا انا يعني انسان مرتاح ومرتاح بحالي يعني ما مفكر كتير فهو انا يعني حبيت عفشا بحب انبسط بحب تبسم بحب ان الحياة تكون مرتاحة او انا همشي بريت الملعب يعني اكون اكلم مع الكل او انا كوسام راح اكلم مع الكل بنتكلم معي بنتكلم معي ما بنتنش مش مش مشكلة مش مش مشكلة وهي الشغلة بريت الملعب انك تكون معك علاقة منيحة مع العيب الفريق كتير منيحة بالملعب بصير في ان الواحد بيعرف بعض اكتر واهم شكل عيد فوطبول تقدر تنبسط لحالك بس احلى شي تنبسط مع بعض بالملعب تعرف افشا معه الكورة تعرف انه هو بلعب عكوان وانه هو بحب يلعب الكورة هون بتحرك له انا ايه له عشان انا بحب تتجيني الكورة هون اي 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 برضو اخر باخر الواحد لازم يكون مبسوط احنا اديه بالفريق 25-28 بالفريق مش الكل رح يكون مبسوط فيه لعيب رح تقضي عندك بس اهم شيء بالموتشات الـ 11 اللي بيلعبه وغير ان اللي بنزل على ملعب اهم من اللي 11 اللي بيلعبه يعني انه كل واحد منهم بالفريق صحية فالواحد ازا بقدر يكون معه علاقة حلوة مع اولاد الفريق تبقى هويني بطولات كتيرة جدا الفترة اللي جاية بعد الرجوع من كاس الأمم الأفريقية بطولات كتيرة جدا سواء دوري بطولة افريقيا بقية المباريات شايف ازاي تموحك الفترة اللي جاي ازاي انا مبسوط كتير فيه يعني فيه ماتشات كتير جدا احلى شيء بالفتبول تلعب ماتشات تندريم حلو وبتنبسط بس الماتشات ماتشات اهمشي الماتشات فيني اجي حالي اجول يعني بتجول 10-20 مرة بتدريم بس قول واحد بالماتش خلص الماتش تربح واحد سيفر مقونا القول ايشي تاني فانا لو فيه ماتش كل يوم يعني ما راح اقدر جيزني كل يوم بس انا بحبها لعب ماتشات مقابل ماتشة